المنرال هي مواد غير عضوية التي تحتوي على الكربون مهمة للصحة والحفاظ على وضعها في الجسم نقسم المنرال لحسب مينرال مكرو أو ماجور مينرال معايدا تحتاجها الجسم بكميات كبيرة المكرو أو الماجور مينرال أقايدا تحتاجها الجسم بكميات كبيرة المكرو أو ماجور مينرال الجسم يحتاجها أكثر من 5 جرام أو أكثر من 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام في الجسم وفي اليوم نحتاج من الماكرو مينرالز دي 100 ميلي جرام بردين زي انكلود تشمل الكالسيوم والفوسفور والماغنيسيوم والسوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والسلفر الماكرو والتريس مينرالز المعادن التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة التريس مينرالز are essential for good health مهمة للصحة بيحتاجها الجسم بكميات قليلة يعني اقل من 5 جرام او اقل من 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام المينرالز found in a typical adult human body in quantities less than 5 جرام او اقل من 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام المينرالز are required by a typical adult human body in quantities of 1 ميلي جرام ل100 ميلي جرام per day المايكرو مينرالز او التريس مينرالز دي بيحتاجها الجسم في اليوم من 1 ميلي جرام ل100 ميلي جرام مش اكتر من 100 ميلي جرام يعني ما بين الواحد ل100 ميلي جرام في اليوم في اليوم في اليوم زي انكلود الايودين والايرون والزينك والسيلينيوم والفلورايد والكورومونيوم والكوبر والمانجنيز والمولوبيديوم الزioxidوية وال Lewatium والسيلينيوم والبرومينيوم والليسيوم اليود والحديد والخارسين والسيلينيوم والفلور والايرون والمانجنيز والمولوبيديوم والنحاس والزرنيخ والبرومنيكو التاليف والنسبة للسيليكن والألومنيوم والبروم والكادميوم وال soundtrack والريسيوم اول معدن هناخده من الماكرو مينرالز ينتمي الى الماكرو مينرالز اللي بيحتاجها الجسم بكميات كبيرة هو الكالسيوم الكالسيوم is the most common mineral in the body اقصر المعادن الشيوعا في الجسم لانه بيوجد في العظام وبيوجد في نان ايضا بيقولك ان الكالسيوم يوجد في الدياري بروتاكتس المتاجات الالبان are the most concentrated well absorbed sources sources of calcium in fish and dried beans and green leafy vegetables and broccoli وظائف بالكالسيوم بيعمل كstructural as source in the skeleton يخزن في العظام يخزن في العظام ومكون مهم للعظام ويخزن في العظام transmission of nerve and pulses يعمل على انتقال النبضات العصبية cellular metabolism يعمل على تمثيل الغذائي الخلوي act as co-factor يعمل كعمل مساعد for extra cellular enzyme عامل مساعد للانزيمات خارج الخلية والبروتينات التنظيمية البلات كولتينج يعمل على تخسر الدم وتجلط الدم وتجلط العضلات muscle contraction نقص الكالسيوم في نقص حاد وفي نقص مزمن نقص حاد اسمه acute deficiency بيؤدي الى حدوث التتني والنقص المزمن chronic dietary deficiency في بيؤدي الى حدوث التشيلدرن بيعمل ريكتس كساح للاطفال زي ما انتو شايفين في الصورة الرجلين مكوسة والادلت في الكبار بيعمل هشاشة عظام استي مالكيا أو استي ابروزز هشاشة عظام في الكبار والصغار بيحدوث لهم ريكتس كساح الدياتري requirement المتطلبات اليومية من الكالسيوم بنحتاجها بالميلي جرام في اليوم based on الستيج بيعتمد على عمر الانسان لو كان طفل من ست شهور بياخد ميتين وعشرة ميلي جرام في اليوم ومن ست شهور لاثناشر شهر ميتين وسبعين ميلي جرام في اليوم ومن سنة لثلاث سنين خمسمائة ميلي جرام في اليوم ومن أربع سنين لثمان سنين تمنمائة ميلي جرام في اليوم والانديفيدول من تسع سنين لثمنتاشر سنة ألف وتلتمائة ميلي جرام في اليوم والانديفيدول من تسعتاشر سنة لخمسين سنة ألف ميلي جرام في اليوم والانديفيدول اللي من 51 سنة اللي فوق من 51 وانت طالع بقى 1200 ميلي جرام في اليوم لو عايزين ناخد بالجرام بقى في اليوم 2.5 جرام في اليوم التوكسيسيتي السمية بتاعت الكالوسيوم excess calcium supplementation has been associated with formation of stones in the body especially the gallbladder and the kidney الكالوسيوم لو زاد عن حده في الجزم بيعمل لنا حصوات في الجلبلadder في العصارة الصفروية والكدني في الكاليا السلام عليكم ورحمة الله يبركاته